بسم الله الرحمن الرحيم ازايكم يا حبيب قلبي عاملين ايه يا ربي تكونوا بخير صباح الفلة او مساء الفلة على اختي وحبيبتي وامي اللي بتباني والنهاردة هنعمل اكلة حلوة جدا اتطلبت مني كتير قوي انا الاواني اللي احنا نعملها النهاردة انا اسفى على التأخير حقك عليها هنعمل النهاردة كشري من الاكلات اللي سهلة اوي وسريعة وحلوة ومش غالية ولا اي حاجة وكمان اقتصادية اقتصادية ازاي يا هيبة واحنا ممكن لما نشتري كشري اسفى لما نشتري عدس ومكارونا وصالصة وزيت وبصل وشعرية ورز بتكلفنا اكتر من 40 جنيه طب وليه تستني على نفسك لما تعملي كده وتكلفك كتير قوي كده لا انا النهاردة هقولك تعملي ايه عشان ما تيجي تعملي بعد كده كشري ما تكلفكش ولا مليم اول حاجة عملتها نقيت العدس كويس جدا وبعد كده حطيته في طبق وحطيت عليه مية سخنة وهسيبه كده لمدة مسلا انيقول ايه ساعة ساعة ونص وبعد كده هرجع له تاني بصي بقى واحنا بنشتري الحاجة من السوق حاب اقولك اللي ايه يعني فاض معاك مثلا وانت بتشتري من البقال او بتشتري من العلافة او من العطار او من السوبر ماركت على حسب المكان اللي انت بتشتري منه الحاجات بتاعتك بيفيد اكيد مننا باقي 3 جنيه 4 جنيه 5 جنيه وكده طب وفيها ايه لما انت مثلا الباقي دوت تجيبي 4 كيلو عدس وتشيليه مش شرط تعمليه في نفس اليوم تجيبي نص كيلو شعرية وتشيليها تجيبي مثلا بطرمان صالصة وتخليه بيبقى الحاجات دي لما تسيجي بقى تعملي كشري بتبقى عندك الحاجات دي كلها وبيكلفكش حاجة خالص وبيبقى الموضوع سهل وبسيط انا حبيت بس اقولك الفكرة وبعد كده نبدأ على طول في موضوع الكشري اول حاجة هعملها هقطع البصل بالمبشرة اللي هي ناحية البطاطس للناحية دي انا بعمل بها البطاطس الشيبس بتبقى تحفة هعمله بنفس الطريقة كده هيطلع معاك رؤية جدا يعني مش شرط تحطيه في مكانة شيبسي ولا الكلام دوت ممكن تقطعيه بالسكينة بس السكينة بتخليه تخين شوية وبيبقى طري لما تسيجي تعمليه لكن المبشرة دي حلوة قوي بعد ما قطعته بالشكل دوك كده وبشرته ما تحطش عليه اي حاجة تعالي معايا بقى هقولك هنعمل ايه حطيت كده هجيب حلة بقى وحط فيها العدس بتاعي بس طبعا لما ارمي المياه اللي فيه واخسله كده غسلة سريعة وبعد كده هحطه في الحلة وحط عليه مياه من الحنفية عادي وانشغل عليه البتياز هيستوي معاك بسرعة جدا مش هياخد منك وقت خالص هحط عليه بقى مية حاولي تحط المية تغطيه كده بشوية عشان خاطر ما يتحرقش منك بيقعد على النار قد ايه بيقعد حوالي مسلا نقول عشر دقايق تمن دقايق وخليك متابعيه بعد كده بقى هطلع تماطم الفريزر عشان نعمل الصلصة تماطم دي اه انا عمليها معاكم مفرزاها معاكم واللمون برضو مفرزاها معاكم بصو زي الفل ازاي للناس اللي هي كزا حد كده قال لي اللي هو اتهرة وفي ناس كتير قوي عملته قاعدت تشكر فيا ربنا يخليكم لي هحطوا كده مع المية مع الطماطم وهسيبهم بقى الاتنين يفكوا عشان خاطر لما نجي نعمل الصلصة يبقى الموضوع سهل علينا هجيب بقى كمية زيت محترمة كده وحطها في حلة كبيرة شوية ونبدأ على طول اول ما تحط الزيت ما تستنيش عليه لحد ما يسخن لأ نزل البصل على طول عشان خاطر البصلة اللي هي تبدأ تستوي وتتحمر كده مع الزيت مش تنشف منك بسرعة وبعد كده تترى تاني يعني ما تستنيش لحد ما الزيت يسخن وتنزلي بالبصلة نزلي بيها على طول وبعد كده هنحط شوية ملح صغيرين كده عشان يتعاموا لي البصلة بتاعتي او التقلية بتاعتي يبقى ليها طعم حلو قوي وانت بتاكليها عايز اقولك اللي هي بتتاكل كده من غريك كشري بيبقى طعمها حلو قوي طبعا مستمرين بقى في التقليب لحد ما تاخد اللون الدهبي هو يتتحرق منك بعد بقى ما تاخد اللون الدهبي هتطلحها على ورقة مش منازيل ورقة كراسة عادية يكون مش مكتوف فيها ورقة بيضة تمام كده عشان نبقى متفقين وتسيبيها بقى تتهوى كده على صانية وهتنشف معاك وهتبقى زي الفل عندي بقى هنا العدس بدأ اللي هو يدخل في السوى هعصر عليه لمونة لمونة يهب على العدس ايوة لمونة وهقولك دلوقتي على مكونات تانية تدفيها علي بجد التكية ديت بتبقى من احسن طعم الكشر اللي انت هتكليف حياتك كمون ولمون وشوية ملح بالطعامي الاكل بتاعك بحاجات بسيطة كده بس بجد بتفرق معاكي قوي يبقى انا حطيت على العدس لما بدأ اللي هو يغلي معايا حطيت عليه ودخل في السوى حطيت عليه لمونية وحطيت عليه نص معلقة كمون ونص معلقة ملح عندك بقى الزيت اللي احنا عملنا فيه البصلة دوت اللي هيتعاملك الكشري كله هيتعامه ازاي هبة هناخد منه نص الكمية نحمر فيها التومة عشان نعمل الصلصة دي التومة اللي احنا نفرزينها برضو مع بعض في الفريزر اللي ما شافتش الطريقة هسيبها لها في صندوق الوصف ان شاء الله انتوا عارفين اللي التوم بيطلع مرة واحدة في السنة فبنفرزه مرة واحدة بس بعد ما التومة تحمرك كده مش بحط خل مع احترامل النسي اللي بتحط خل بس انا مش بحط خل بصراحة هنزل بقى بكمية الطماطم كلها وهسيبها بقى على نار هادية كده لحد ما الطماطم تفك معي وتبدأ تسبك هجيب بقى بقية الزيت اللي احنا برضو محمرين فيه البصلة ونبدأ بقى نحمر فيه الحاجة اللي احنا هنعملها عايز اقولك اللي الاكلة نهار دي بتتعمل في حلة واحدة يعني مش حيلة بقى وتسلقي مكرونة وتعمل تحمري شعرية والكلام دوت لا كله في حلة واحدة اكلة الحلة الواحدة عندي هنا بقى مكرونة صغيرة اللي هي مرمرية ديت هحمرها كده بس مش هديها نسبة الحمران اللي هي ندفع عليها لا هتحمريها تخلي بس لونها يبيض بعد ما لونها يبيض هتنزلي بكمية الشعرية بتاعتك تمام كده يعني نقول مثلا بمعدل كباية مكرونة عليها كباية شعرية حلوة اوي وطبعا الكمية دي بتاعتك انت عايزة تزويدي زويدي براحتك بعد كده الاتنين هيتحمروا مع بعض وهياخدوا نفس اللون ما تخفيش المكرونة مش هتتتحمل لوحديها والشعرية هتبقى ليس سنية لا الشعرية برضه هتتحمل وتاخد نفس لون المكرونة زي ما انت شايفاها كده بعد كده هنزل بكوبايتين رز مخصول وهقلبهم بقى كويس جدا مع بعض مش قادر اقولك الريحة قديه حلوة عشان ريحة البصلة واللي احنا حمرناها في الزيت مخليها ريحة الاكل حلوة اوي هقلبهم بقى مع بعض كده كويس جدا وابدأ بعد كده احط الملح مش عايزة نقطة مية فيها عايزة المية كلها تنشبهيس لما حطت مية يبقى يستوي معايا كده بسرعة بعد كده حطيت الملح وهقلبهم برضه مع بعض تقليبة كده واشوح المكرونة مع الشعرية مع الرز كده وخلين فلفل معايا ويبقى زي الفل عايزة اقولك اللي هو مش هيعجن ولا اي حاجة تجربيه على ضمانتي حتى عملك بميات زغيرة لو انت خايفة بس اوعيدك لو عملت الموضوع دوت مش هتعملي غيروه ودعا بقى الكشري والحلل الكتير ديت حطينا المية نسبة المية فوق الرز اكنك بتسوي الرز العادي تمام كده بعد كده بقى نروح للسلسة ونشوف بقى اخبارها ايه طبعا السلسة فكت معايا حطيت عليها معلقة سلسة تماطم اللي هو المعجون السلسة وحطيت الملح كمان هحط شوية الكمون انتو عارفين الكمون حبيبي الكشري وبعد كده هحط شوية فلفل اسود صغيرين كده يتعاملي الموضوع وهقلبها تقليبة بقى واسيبها على نار هادية الكلام ده كله يغلي مع بعضه كده ويتسبك كده تذبيكة محترمة وبعد كده هندفع عليها بص خلاص دلوقتي بقى كده المية الروز بتاعي بدأ يشرب قبل ما يشرب وقبل ما وطي عليه هنزل كمية العس اللي احنا سلقنها مع بعضه بصفيها من المية وبعد كده بنزلها على الروز وبسيب شوية عدس صغيرين اللي بيحب عدس الزيادة فوق الاكل مش حابة تسيبي عدس ما تسيبيش حط العدس كله براحتك خالص وهقلبه بقى كله مع بعضه كده علشان خاطر يختلق كله ببعضه ما يبقاش حتة فيها عدس والحتة التانية رز بس وبعد كده بقى هسوي الحلة وحطهم على نار هادية واسيبوا لحد ما يتشرب معايا ويستوي معايا الكشة اللي بتاعي بعد كده تعالي بقى نعمل مع بعض الدقة والشطة الدقة بعملها ازاي بجيب طبق عادي صغير كده شكله حل او كباية او ازازة براحتك خالص على حسب المتوفر عندك بحط حوالي معلقتين طوم صغيرين وعليهم رشة فلفل اسود وبعصر عليهم لمونتين كده كبار محترمين لو مش كبيرة تقدري تحطي لمونتين اربعة صغيرين تمام كده يعني بمعدل مثلا نص كباية لمون مع نص كباية خل هحط بقى التوابل اللي انا هحطها طبعا الدقة يعني كمون هحط معلقة كمون كده كبيرة وكمان هحط شوية ملح عشان يتعامل الموضوع وهقلبهم بقى مع بعض كويس جدا وخليهم يختلطوا ببعض بعد كده هحط نص كباية مية عليها وبرده هقلبهم مع بعض كويس قوي حابة تضيفي في المرحلة دي شوية شطة براحتك خلص بس انا عايزيها دقة زي بتاعة المحلات بالضبط يبقى الدقة بتاعة المحلات خل ولمون ومية وشوية طوم وشوية كمون وشوية ملح ومعلقة صغيرة فلفل اسود بعد كده بقى هحط بقى الشطة بتاعتي هجيب شوية زيت عليهم شوية خل واحط عليهم معلقة شطة تمام كده دي كده الشطة بتاعتي حطت عليهم بقى معلقة صلصة من اللي احنا بنعملها بتاعة الكشري الشطة دي عايز اقولك اللي هي شطة زيت بس مش مغلية على النور بس يطعمها حراء جدا يبقى الشطة بتاعتنا مكوناتها نص معلقة نص كباية خل نص كباية زيت لا مش نص تلات معلقة زيت حلوين قوي عليهم معلقة شطة وبعد كده تحط معلقتين صلصة من اللي احنا عاملنا ودي كده البصلة بتاعتي فضتها من الورقة اللي انا كنت حطاها عليها وقد ايه عايز اقولك اللي هي مقرمشة وجميلة هوريكي صوتها في الاخر صوت الارمشة يعني ده كده الكشر بتاعي بص مفلفل ازاي وزاي الفل ما خدش على النار والله عشر دقيق وكان استوى وطعمه حكاية ومفلفل كده ومش معجن والمكارونة مكسرة ولا الشعرية مهرية ولا اي حاجة كل حباية لوحدية هبدأ بقى اغريفه كده وحاولي تغريفي على قد الاطفال ما هم عايزين يعني ما تحطش كتير في الاطبوء بعد كده بقى شوية العدس اللي احنا كنا شايلينهم هحطهم فوق الوش حابة تسلقي مكارونة صغيرة كده او مكارونة سبكتتي شوية صغيرين وتحطيهم وانت بتعملي الاكل براحتك هولز بس انا مش بحبها بصراحة يعني بستكفى بالمكارونة اللي انا بحمرها بعد كده هحط الصلصة بتاعتي وبعد كده هبدأ بقى احط فوق الوش تالي يا سلام بقى لو في شوية حمص كده يعني ميت فل وعشر حبيبة قلبي اللي طلبت مني الكشري انا اسفة لتاني مرة ان اتأخرت عليك بس كده ده طبق الكشري بتاعي مش قادر اقولك طعمه حلوة قدي طعمه حكاية والله العظيم مش هتشتريه من برا تادي اعمليه بس بنفس الطريقة اللي انا بقولك عليها دي بجده هيفرق معك وايش حياتك بقى حطي شطة حطي ده ابرحتك خالص والف هانا وشفا بس كده ده الفيديو بتاعي النهاردة اتمنى يعجبكم متنسيش تحطي لايك ولو انت اول مرة تشرفيني اشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لك كل الفيديوهات والسلام عليكم ورحمة الله اشترك بشترك 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 بشتركه اشترك بشترك جدا انا ه отвامن صدق